ولكن أيضا من ناحية أخرى عشرات الآلاف من اللبنانيين مشاهدين خسروا وظائفهم منذ الخريف الماضي ومصدر رزقهم إثراء الأذمة الاقتصادية التي ولدت تظاهرات شعبية ضخمة منذ 17 من أكتوبر الماضي وبدأ مسلسل الانهيار لم تستني تداعياته أي طبقة اجتماعية واجتاحت السوق موجة غلاء أسعار غير مسبوقة وسأزمة سيولة حادة وشحن في الدولار الذي تخطى سعر صرفه في السوق السوداء عتبت التسعة ألاف ليرة لبنانية في هذه الأثناء تلك الأزمة الاقتصادية الخانقة دفعت بمنظمة The Media Line إلى طرح سؤال عن إمكانية أن يواجه لبنانيون خطر المجاعة رجحت المنظمة في تقرير لها أن لا تتمكن العاصمة بيروت في وقت قريب من توفير ما يكفي من القمح لإنتاج الخبز أو الفيول لتشغيل معامل الكهرباء ما يؤدي بحال انقطاعها إلى توقف خدمة الإنترنت في البلد ينقل التقرير عن محل الاقتصادي لبناني أن ودائع لبنانيين في المصارف بالدولار الأمريكي قد استنزفت لم يعد المواطن قادر على الوصول إلى أمواله الخاصة يقول أن البلد في حال سيئة للغاية ليس من السهل الخروج منها حيث أن الأزمة المالية الضخمة في بيروت تؤثر بشكل مباشر على 30% من سكان بيروت نفسها في الإطار عينه ينقل التقرير معلومات تفيد بأن القوة الشرائية للليرة اللبنانية تآكلت بنسبة 80% وانخفضت قيمتها مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 370% الأمر الذي أدى إلى تضخم تجاوز المائة في المائة لبعض السلع السهلاكية وصل إلى 190% في بعض الأحيان وارتفاع أسعار بعض السلع لنسبة 300% أو 400% بينما انخفضت الرواتب والأجور وأضحت التقارير بأن العاصمة بيروت تضم مليون ومائة ألف نسمة يعيشون حاليا تحت خط الفقر في العاصمة كاشف عن وجود مليون ومائتي ألف مواطن بلا وظائف